أهلاً أهلاً بحضراتكم النهاردة في التسعة البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% في الإداع والإقراض فريق جديد للزمالك بشكل جديد يشعل موسم الانتقالات الشتوية ويتوقع أيضاً وجود عبدالله السعيد رحلة 404 هذا الفيلم يحصد 7 ملايين جنيه في شباك التذاكر بعد أسبوع من عرض وابين قصين الفيلم مش كوميدي فأعتقد أنتم عارفين أن ده ممكن يثير التساؤل ونتكلم عليه في فقرته لقاء لطيف ومهم إذا كنا كنا بنتكلم عن معرض الكتاب والثقافة فحنتكلم أكتر عن الكتب وعن السينما وعن أيضاً يعني ما بين الكتابة وما بين الأدب لقاء خاص في التسعة الليلة مع الدكتورة مي التلمسيني الحقيقة الليلة أحاول أن أنا أخدكم في عدد كده من الفقرات نلتقي بيها ونتوقف عند فقرات مختلفة لعل أيضاً الكلام بتاعنا والتفاعل يعني يطفي شوية دفء لو كنتوا بتتبعوا وبتتبعونا عبر شاشة التلفزيون ترجمة نانسي قنقر